سجلت مصالح الدركة الوطنية بولاية غليزان انخفاض في حوادث المرور منذ بداية العام الجاري مقارنة بالنفس المدة من السنة الماضية حيث سجل انخفاض بنسبة 25% يأتي هدف دل حملة التوعية التي بشرتها مصالح الدركة الوطنية بمعية الجمعية الناشطة في ميدان السلامة المرورية وطريق السلامة والمصعفين وذلك للحد من حوادث المرور حمزة زروقي رصد التالي حملة تحسيسية وتوعية مستطرة من طرف قيادة الدركة الوطنية الممتدة من 25 جوليا إلى غاية 20 اوت في عدة مناطق في ولاية غليزان بالنسبة للإحصائيات حوادث المرور التي سجلناها خلال هذا السنة 2018 إذا قارننا هذا السنة إلى غاية 31 جوليا حيث سجلنا 99 حادث منها 29 حادث مميت خلفت 42 أسف شادي 42 قاتل إذا ما قارننا هذا النسبة مع السنة الفارطة 2017 لسبع أشهر الأولى إلى غاية 31 جوليا أي نسجلنا 133 حادث مرور منها 81 حادث جسماني اللي خلفتنا 65 قاتل إذا كان مدينا النسبة سجلنا انخفاض انخفاض في نسبة الحوادث ب25 بالمئة ترجمة نانسي قنقر